اهلا بحضراتكم من جديد بكملين اخبارنا داخل جدران النادي الان نروح لكورة الطائرة رجال بقيادة الكابتل محمد مصالح ميد وكان لعندينا مباراة مهمة من الاتحاد اسكندريا في اسكندريا على صالة كمال شلبي بالشاطبي في اسكندريا فوزنا 3-0 المواتش ده كانت لعب اول مبارح وخلينا اقول لكم نتايجه 25-23 25-22-25-21 يعني المباراة كاتماشية اكول وكل شوت مهم انا اقول لكم ليه وانا استفيد مع ضيوفنا بكرة قبل المباراة ان شاء الله طلاق الجيش بكرة عنده طبعا فريق عنده بكرة طلاق الجيش وان شاء الله هنلللكم المباراة على شاشة قناة النادي الاهلي هنطلع على ستوديو تحليلي الساعة 4 هنشرح لكم بالتفصيل نظام الدوري هو الدوري الرايح جاي وفيه مواجهات مباشرة وفيه احتساب الاشوار والحقيقة في حاجة كانت لصالحنا قوي انه طبعا النادي الزمالك اللي هو طبعا منافسة معاه خسر شوت قدام الطيران ودي كانت مهمة جدا الحاجة التانية انه الحمد لله احنا مخسرناش ولا شوت مفيش غير مباراة بس بيتروجيت اللي احنا خسرناها هي دي اولا لكن احنا ماشيين بعدها كويس عندنا مباراة طلاق الجيش بكرة ان شاء الله وعندنا بعديها مباراة الترسنة المؤجلة بعد كده مباراة القناة بعد كده مباراة الزمالك طب مباراة بكرة مهمة في ايه؟ مهمة فنية طبعا نادي طلاق الجيش نادي محترم عنده جهاز فني محترم ولعيبة كويسين جدا فده يعتبر اول اختبار حقيقي محترم طبعا للاندية الاخرى نادي القناة ونادي ترسنة طبعا اندية محترمة جدا وعندهم مجموعة جايدة من اللاعبين ولكن الاختبار الحقيقي قبل مطش الزمالك هيكون طلاق الجيش فمحتاجين نتطمن على فريقتنا محتاجين نشوف المستوى الفني الوسط لي وبروفا قوية طبعا لمباراة نادي الزمالك هتبقى بعد اسبوع بالزبط يوم الاثنين القادم هتبقى فيه ميت عقبة خلينا اقول لكم انه النادي الاهلي بيحتل المركز التاني برسيد 19 نقطة ولينا مطش مؤجل زي مولتنا حضراتكم مع الترسانة هنلعبوا المباراة القادمة هنروح لكرة الطائرة سيدات بقيادة تكابت الحمد الصافي لعبنا طبعا اول مبارح الجمع على صالت عبد الرحمن فوزي بميت عقبة مع نادي زمالك وفوزنا 3-0 النتائج جات ازاي؟ نتائج جات 25-12 25-21 25-23 ممكن نديها الاكبر كانت في الشوت الثالث والفوز ده النادي الاهلي بيتصدر الترتيب الدوري بنارسيد 39 نقطة بدون ولا هزيمة من 13 مباراة عندنا مطش مؤجل مع نادي الصيد لسه متحددش توقيته مطش اللي جاي النادي الاهلي لعب الشمس مطش متكافئ الشمس عامل فرقة كويسة قوي ومطش متكافئ نتمنى التوفيق طبعا لكابتن حمد الصافي واللعبات وكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي